مرحبا معاكم سيرين أبو ميزر الطريقة أو الخطوة الأولى حتى نعرف لولاد عن شعورهم نقدر بكل بساطة نواقفهم قدام لمرأي خليهم يطلعوا عوجودهم يشوفوا الضحكة يشوفوا الكشرة منها منقدر نخليها مدخل إنه نقدر نخليهم يتعرفوا على عواطفهم لأنه دائما العواطف عم تظهر بشكل جسدي ومنها منقدر نخليها مدخل صغير لحتى ما الولد يبدأ يتعرف شو هو هذا الشعور وماذا يعني وكيف بقدر يتصرف مع هذا الشعور كثير منقدر نعرف لولاد عن مشاعرهم بحيث إنهم يبدوا ينتبهوا على جسمهم لما يشعروا بالخجل منقدر نبين لهم كيف لما وجههم يحمر إذا حصوا بالغضب كيف ممكن يشدوا على إيديهم إيش عم بيصير بمعدتهم إذا عم بيشدوا على أسنانهم كل هذا عم بيبين لنا إيش إحنا عم نشعر لأنه دائما جسمنا عم بيعطينا إشارات فعلية لإيش المشاعر اللي عم بتدور جواتنا مهم إنه نقدر نقبل الولاد ونخليهم يعبروا عن حالهم ونعطيهم الكلمات المناسبة لهذا الشعور أو هذا الأعراض الجسمية اللي هم عم بيمروا فيها